استقبل وزير الأوقاف أسامة الأزهري أسفير الإندونيسي بالقاهرة لطفي رؤوف وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف تبيز العلاقات بين مصر وإندونيسيا وقوة العلاقات بين قادتي البلدين من جانبه قال سفير إندونيسيا بالقاهرة أن نحو 15 ألف طالب من أبناء دولة إندونيسيا يدرسون حاليا بالأزهر الشريف بما يؤكده تمام مصر والأزهر الشريفة بطلاب الوافدين وبطلاب دولة إندونيسيا على وجه الخصوص